تعالوا نروح مع بعض إلى ألمانيا الخبر ده يعني الحقيقة في وقف التأييد ونظمة الجارية المصرية في ألمانيا وقف التأييد لموقف النائب المصري عمرو درويش عضو مجلس النواب ورفع المشاركين في هذه الوقفة لفتات تؤكد دعم موقف البرلماني عمرو درويش زي ما انتم شايفين الصور ده طبعا ده دعم والناس كلها بتحاول تدعم يعني الموقف زي ما احنا شايفين احنا عارفين الموقف ده خاص بمعدار من الجلسة اللي كانت عن حقوق الإنسان والتحدث عن السجين على عبد الفتاح وتدخل النائب عمرو درويش اللي حاول ان هو يلقي كلمة او يتساءل او انه يتكلم او يدخل في حوار لكن الحقيقة ما كانش فيه استجابة خالص من يعني هذه الجلسة وتم حول محاولة ابعاده من الجلسة لكن من وقتها والحقيقة عايزة اقول لكم حاجة في هذا الموقف المصريين المصريين طول الوقت اي حاجة يعني ممكن يبقى مشغول مش فاضي بس اي خبر بيجي ويحس ان فيه استعلاق على دولته او انه فيه حاجة حد ممكن يأذي دولته بيبقى زي الاسد وانا بكلمكم عن روح الشعب المصري يعني ممكن يبقى منصرف في شغله وفي عمله لكن اول ما يحس ان فيه كده مواقف مش مظبوطة انت بتشوف حاجة تانية خالص ده هو المصري اللي احنا عارفينه كلنا يعني هذا يعني هذا الرجل يعني يمكن موضوع على عبد الفتاح وما حدث النيابة النهاردة الحقيقة يمكن كمان قدمت بيان وكان فيه طبعا تحقيقات ولكن في النهاية يعني خلاصة البيان بانه يعني مفيش اي حاجة وانه هو بصحة كويسة وانه تم التحقيق وكل حاجة لكن انا بقولكو على الموقف صدقوني كمية المصريين بعد ما انتبهوا وفهموا الحالة وفهموا الموضوع وفهموا الحكاية الناس كلها بتتكلم في كل مكان انه محدش يملي على مصر شيء وانه مصر عندها قرارها وانه مصر عندها قضاءها المحترم مصر عندها قانون مصر عندها دستور المصريين بنفسهم استفتوا على هذا الدستور فالمصريين بنفسهم